كتلة هوائية ذات درجات الحارة الأقل من المعتاد تقترب من المملكة وتؤدي إلى انخفاض في درجات الحارة في ساعات الليل التفاصيل بعد قليل والسعودي وشركاه للتطوير العقاري تندفع إلى المنطقة الشرقية للبحر الأبد المتوسط كتلة هوائية تعتبر ذات درجات حارة أبرد مما كانت عليه خلال الأيام الماضية وهي أقل بقليل من المعدلات وهي تعتبر كتلة هوائية خريفية تندفع نحو المنطقة الشرقية للبحر الأبد المتوسط وتؤثر عليها خلال الأيام القادمة الميزة الرئيسية أن لهذه الكتلة تبقى الأجواء في ساعات النهار لطيفة وخريفية بذات الوقت لكنها ذات درجات حارة أقل من المعتاد لمثل هذا الوقت من العام بينما تؤدي ذات الكتلة إلى أن تجعل الأجواء في ساعات الليل باردة نسبيا في مناطق عدة من المملكة الأمر الذي يستوجب زيادة طبقات اللباس وأن نلبس ملابس أكثر ثقلا في ساعات الليل في مناطق عدة من المملكة الأحوال الجوية هذه الليلة على وجه التحديد في العاصمة عمان تنخف الدرجة الحركة من ملاحظ الصغر إلى 13 درجة مئوية والأجواء تكون باردة نسبيا تلامس 10 درجات مئوية الصغرى هذه الليلة في بعض المرتفعات الجبلية العالية مثلا في مناطق بعض مناطق السور الشرقية والمناطق المكشوفة وبالتالي الطقس يتحول خاصة في ساعات الليل المتأخرة إلى يصبح بارد بشكل لافت لكن أيضا الأجواء تكون في ذات الوقت صافية بشكل عام توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة كما نراحل إذن درجات حرارة في ساعات النهار تكون متأرجة بين 22 و23 درجة مئوية في العاصمة أما ما يجعل التقس في ساعات النهار لطيف خريفي الطابع وذات درجات حرارة هي أقل من المعدلات المعتادة مثل هذا الوقت من العام أما في ساعات الليلة تكون درجات حرارة بين 12 إلى 14 درجة مئوية أما الذي يجعل التقس ليلة باردة نسبيا قد يستوجب أيضا هذا التقس بارد أن نستخدم بعض وسائل التدفئة في بعض المناطق نتعرف الآن سويتا عن درجات حرارة العظمى المتوقعة يوم الأحد والصغرية الأحد على الأثنين في مدن ومحافظات المملكة وسنبدأها من المناطق الشمالية من المملكة من إربد 24 إلى 15 عجلون 22 إلى 14 وفي جرش من 25 إلى 15 وفي المفرق من 26 إلى 14 درجة مئوية في المناطق الأوسطى في العاصمة 23 إلى 13 كذلك الأمر في مأدبة في البحرمين 29 إلى 23 في البلقاء 22 إلى 14 وفي الزقاء من 26 إلى 16 درجة مئوية جنوبا تكون في الكارك 23 إلى 12 في الطفيلة 21 إلى 12 في معان 24 إلى 13 في الشراء من 19 إلى 10 درجات مئوية أما في العقبة فترتفع إلى 29 درجة مئوية في ساعة النار والصغرى إلى حوالي 20 درجة مئوية في المناطق الشرقية تكون في الأزرق من 29 إلى 14 وفي الصفاوي من 28 إلى 13 وفي الرويشد من 26 إلى 13 درجة مئوية إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية فيها لأنكم دمتم دائما بخير إلى اللقاء الاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري